نفسي بس تاني اكرر قبل كده يا جماعة عايزين نعمل حاجة اسمها كرني ابن الشهيد وصيد الرئيس قال ان في العاصمة الادارية يبقى فيه هيئة معينة للشهداء يا ريت الناس دي تفضل يعني عماد الركيبي ده عنده تلات ولاد ولد ولدين وبنت يعني زي ما احنا بنقول باللغة الدرجة قطط لسه اصغرهم ولد عنده سنتين واكبرهم تسع سنين البنت نتمنى ان الناس دي اولا مطلب من شعب من اهالي اسكندرية كلهم شارع النصر في سموحة يتسمى شارع الشهيد عماد الركيبي لازم ولاد وهم داخلين الشارع يرفعوا رأسهم ويحسوا بالفخر لما يجوا عياتوا على ابوهم يلاقوا اليفطة ده شارع الشهيد عماد الركيبي مع نواتهم ترتفع يحسوا ان مصر بترد الجميل لهم لازم الولاد دولة دينا معلش عشان بس انا اتكلمت في الموضوع ده كتير لازم يفضلوا في نفس مدارسهم بدول مصاريف على المدرسة بقى على حساب الحكومة ده اقل واجب يخشوا احسن جامعات يخشوا نوادي زي ما هم عايزين لازم بقى ابن الشهيد ده بقى شاكده يخش في اي حتة يعني السكة كلها تفتح له اتمنى ان هو عم نسيم نفس الكلام وكل من السكة لنفس الكلام كل شخص شهيد لكن هو بالمناسبة يعني المزايدة كمان على الشهيد عماد الركيبي وده حضن الارهابي ولا ما حضنش الارهابي يا جماعة ده دول ابطال باي شكل ان كان باي وضع ان كان باي حاجة باي سيناريو محتمل للي حصل دول ابطال خلونا من اسكندرية احنا لو حضراتكم تابعين انه فيه تركيز شديد وفيه اخبار شديدة وفيه تعاون شديد من اسكندرية فيما يخص الحادث وبيتمنونه فعلا احنا كان عندنا برضو حالة من الغمود شوية فيما يحدث في طنطة ومشكورة الدكتورة هالة صبحي عدو مجلس النواب عن طنطة وهي ممكن تشاركنا بكتير من التفاصيل عن تطورات وتدعيات الموقف هناك دكتور هالة اهلا بك